بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة الثانية وقمت ببيعها كالآتي بعت ثلثي هذه الأرض واستلمت ثمنها على دفعتين والثلث الآخر بالقسط على 28 شهرا هل يجب علي الزكاة عنها للأعوام السابقة حتى العام الحالي أم لا نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فإن الزكاة تجب في عروض التجارة وهي السلع المعروضة للبيع والشراء طلبا للربح ومن ذلك الأراضي إذا كان عند الإنسان أراضي يعرضها للبيع طلبا للربح من ثمنها إنها تصبح بذلك عروض تجارة ما دمت أنك قد عرضتها للبيع وتريد بيعها كل هذه السنين فإنها في كل سنة تمر عليها تجب فيها وذلك بأن تقومها بما تساوي وقتها تمام الحول ثم تخرج ربع العشر من قيمتها التي قومتها بها حسب ما تساوي في يومها وفي وقتها يجب عليك أن تزكيها بعدد السنين التي بقيت في ملكك تنتظر بها الربح وكذلك يجب عليك أن تزكي قيمتها التي اعتها بها فما قبضته منها فإنك تزكيه إذا حال عليه حول وما بقي بذمة المشتري فإنك تزكيه أيضا عن كل سنة إذا كان المشتري مليئا وقادرا على السداد أما إذا كان المشتري مفلسا أو معسرا ولا تدري هل يتمكن من الوفاء أو لا يتمكن فإنك تزكي ما في ذمته إذا قبضته وحال عليه الحول تزكيه لسنة واحدة ويكفي هذا إن شاء الله وهكذا من كان عنده أرض يقصد منها الربح يجب عليها أن يزكيها كل سنة بسنتها أو لا يزكيها إلا بعد أن يقبض تمنها لا يزكيها كل سنة كل سنة تمر عليها وهي معروضة للبيع أن يقدر ثمنها يقدر ثمنها نعم وقتها تمام الحول مثل عروض تجارها التي في دكانه وغيرها هي سلعة من السلع تقوم بما تساوي وقتها حلول الحول وتزكى وأن كان هذا التقدير مثل ثمنها الذي اشتراها به أو أكثر أو أقل هذا السائل خاقاف من الرياض يقول أنا شاب في العشرين من عمري تزوجت ابنة عمي ودات ليلة تشاجرنا ودخل بيننا الشيطان دعنه الله فغضبت وضربتها على وجهها وطلقتها بالثلاثة لما هدأت تندمت على فعلتي فأرجو منكم أن تخبروني إن كانت تحل لي وهل علي القضاء وماذا أفعل مع العلم أنها كانت بها العادة عندما طلقتها هذه القضية لا تبي الإجابة عنها عبر برنامج الإذاعة لأنها لا بد من معرفة ملابسات القضية وحضور الزوجة مع وليها وهذا لا يتم إلا عند القاضي أو عند رئاسة الإفتاء والبحوث العلمية بالرياض فعليك أن تراجع إحدى الجهتين وتتجد إن شاء الله عندها ما يكفي لحل مشكلتك إنما أخذ من حيث الحكم هل يقع طلاق في حالة العادة؟ نعم صحيح أن الطلاق يقع في حالة الحيط وذلك لأن ابن عمر رضي الله عنه لما طلق أمراته ويحائق قال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها فقول فليراجعها هذا دليل على أن الطلاق وقع رجعيا لأنه لا يقول فليراجعها إلا إذا كان قد وقع طلاق من العراق الأنبار له سؤالا في رسالته يقول ما هو مدى صح ما روية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن فتبته تقول اللهم اغفر لنا وله وما هو معنى الغيبة؟ أما الحديث فلا يحضرني الآن حوله شيء ولا أدري عنه وأما الغيبة في حد ذاتها أي محرمة وكبيرة من كباعي الذنوب قد نهى الله سبحانه وتعالى عباده أن تعطيها قال تعالى وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل المؤمن على المؤمن حرام دمه وماله وعرضه فالغيبة محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب وشنيعة وأما ما هي الغيبة قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم معناها لما سئل عنه فقال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره فقال أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته والغيبة هي الكلام كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره فإذا كان أخوك غائبا وأنت رتعت في عرضه ووصفته بما يكره فقد اغتبته ووقعت في عرضه وأثمت في ذلك إثما عظيما وإذا ندمت وتبت إلى الله سبحانه وتعالى فإن باب التوبة مفتوح ولكن هذا حق مخلوق ومن شروط التوبة فيه أن تستبيح صاحبه فعليك أن تتصل بأخيك وأن تذكر له ذلك وتطلب منه المسامحة إلا إذا خشيت من إخباره أن يترتب على ذلك مفسدة أعظم فلعله يكفي أن تستغفر له وأن تثني عليه وتمدحه بما فيه لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك دوله الثاني يقول يوجد بستان مزروع نخلا وصاحب البستان له الأرض ومزارع زرع النخيل ويسقيه واتفق صاحب البستان والمزارع عندما يثمر النخل يعطيه ثلث التمر والحطب مقابل زراعته وسقيه ومنذ أكثر من خمسة وعشرين عاما لم يسقي هذا البستان بالماء فهل يستحق المزارع وأخذ الثلث من التمر والحطب؟ عقد المزارع على ما تعاقد عليه الطرفان صاحب الشجر وصاحب العمل فصاحب العمل يستحق من الغلة على قدر ما يؤدي من العمل المشروط عليه وما دام أنه مضت فترة لم يقم بالعمل المشروط عليه ولم يسقي هذه النخيل فإنه لا يستحق من غلتها شيئا لأنه لم يؤدي ما شريط عليه من سقها والمسلمون على شروطه لا يحل له أن يأخذ من غلتها شيئا إلا إذا كان يقوم بسقها ويوفي بشرط العقد الذي تواطأ عليه مع المالك وإن كان يسقي بعض الشيء ويترك البعض الآخر فإنه يستحق بقدر ما يقوم من العمل والله تعالى أهلا جزاكم الله خيرا هذان سؤالان من السائلة جيم ميم من الجمهورية العربية اليمنية اليمن الشمالي تقول في سؤالها الأول أرضعت أخ زوجي لمدة قد تصل إلى شهرين ونص مع ابني الكبير ولي أولاد كثيرون وإخوة زوجي كثيرون أيضا فهل يصبح أبنائي وأعمامهم إخوة ولإخوة زوجي بنات فهذا يحرمنا على أبنائي علما أن أخ زوجي الذي أرضعته وإخوته الأكبر منه ليس من أم واحدة بل كل واحد منهم له أم أما أخ زوجك الذي أرضعته إنه يكون ابنا لك ويكون أخا لأولادك كلهم الذكور والإناث إذا كان الرضاع في الحولين وبلغ خمس رضاعات فأكثر إنه يكون ابنا لك وأخا لأولادك ذكورهم وإناثهم من كان قبله ومن كان بعده ولا يجوز لأبنائه أن يتزوجوا من بنات عمهم الذي هو زوجك لأنه يصبح عما لهن من الرضاع أما بقية إخوته فلا تعلق لهم بهذا الرضاع يجوز لهم أن يتزوجوا من بنات عمهم ما شاءوا لأنهم لا علاقة لهم بالرضاع الذي جرى بينك وبين أحدهم وإنما يختص هذا بالمرتضع وفروعه الله تعالى أعلم لها سؤال أيضا حول الرضاع تقول لأخت وقد أرضعت ابنها البكر مع ابني البكر فهل يحرم البنات اللواتي من بعد هذا الولد على أبنائي الذين من بعد ولدي البكر أفيدونا جزاكم الله كل خير نعم ابن أختك الذي رضع منك يكون ابنا لك من الرضاع وتحرم عليه بناتك لأنه صار أخا لهن من الرضاع أما إخوته يجوز أن يتزوجوا من بناتك وكذلك العكس أبنائك يجوز أن يتزوجوا من أخوات المرتضع الذين هم أبناء أختك لأنهم لا علاقة لهم بهذا الرضاع إنما يقتصر تحرم الرضاع على المرتضع وعلى فروعه نعم بارك الله فيكم هذا السائل سليمان حسين السري من الهند بومباي يقول الله عز وجل في كتابه العزيز في سورة البقرة الحج أشهر معلومات هل المعنى أنه من الممكن قضاء مناسك الحج في أي من هذه الأشهر وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة أو ما هو المعنى الذي تشير إليه الآية أرجو الإفادة عن ذلك وعن إمكانية الإجتهاد في الشريعة الإسلامية هل لازال بابها مفتوحا أو موصدا لو قرأت آخر الآية لوجدت الجواب فيها نعم لأن الله تعالى يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فمعنى الآية الكريمة أن من أحرم بالحج في هذه الأشهر التي هي شوال وذو القعدة وعشر من ذو الحجة فإنه ينعقد إحرامه ويصح إحرامه بالحج أما مناسك الحج فإنها لا تؤدى إلا في وقتها في أيام الحج التي أولها يوم عرفة وما بعده من المناسك إنما الذي يصح في هذه الأشهر بداية من دخول شهر شوال هو الإحرام بالحج فمن أحرم بالحج في هذه الفترة انعقد إحرامه وصحها وهذا هو معنى الآية الكريمة ومن فرض فيهن الحج يعني من أحرم بالحج ليس المعنى من أدى مناسك الحج فيها لأن مناسك الحج تختص بوقت معين يبدأ من يوم عرفة وما بعده وإنما الذي يصح من أعمال الحج في هذه الأشهر هو الإحرام فقط وأما مسألة باب الاجتهاد وهل هو مفتوح أو لا فالاجتهاد باب الاجتهاد مفتوح لأهله الذين عندهم المؤهلات التي يستطيعون بها الاجتهاد ولكنه مغلق كل الإغلاق على من ليس من أهل الاجتهاد ولا يصلح للاجتهاد وشروط المجتهد التي ذكرها أهل العلم أهمها أولا إحاطته بأدلة الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما إلى ذلك ثانيا علمه بالناسخ والمنسوخ من الأدلة ومواضع الإجماع ومواضع الاختلاف ثالثا معرفته بما يصلح للاحتجاج من الأحاديث من حيث الصحة وعدمها رابعا إلمامه باللغة العربية والنحو ووجوه الإعراب فإذا توفرت هذه الشروط في شخص جاز له الاجتهاد أما من كان عادما لها أو لبعضها فإنه لا يجوز له الاجتهاد لأنه غير مؤهل لذلك ويكون اجتهاده ضررا عليه وعلى غيره لأنه ليس من ذوي الاختصاص وأنت تعلم أن الطبيب إذا كان مؤهلا وحاذقا جاز له أن يعالج المرضى وأن يجري العمليات الدقيقة أما إذا كان غير مختص فإنه يمنع من ذلك لأن في تمكينه جناية على أرواح الناس والأحكام الشرعية أشد وأهم من ذلك أهم من الأجسام وأهم من الحياة فإذا تدخل فيها من ليس من أهلها أضر ذلك بالأمة وأضر ذلك بالشخص الذي دخل في شيء لا يستطيعه وهذه المسألة كثيرا ما تتردد اليوم على ألسنة الناس يقولون باب الاجتهاد مفتوح وحد يقول باب الاجتهاد مغلق وما أشبه ذلك لابد من هذا التفصيل أنه لا يقال باب الاجتهاد مفتوح مطلق ولا مغلق مطلق وإنما باب الاجتهاد مفتوح لمن توفرت فيه شروط الاجتهاد وكان من المختصين أما من لم يكن كذلك فإنه يغلق أمامه باب الاجتهاد ويجب الأخذ على يده لألا يهلك نفسه ويهلك الأمة باجتهاداته الخاطئة والله أعلم جزاكم الله خير الجزاء